السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا حلقة ديال اليوم إخوان غنطرقوا فيها لعدة أخبار وعدة أخبار تخص الجالية المغربية أولا يا إخوان غنبشون نشوفوا القادية ديال يونس ظهور فيديو جديد صادم فيديو اللي تم تسجيل دياله يا إخوان في الساحة اللي وقت فيها الجريمة دقائق قليلة من بعد ما أنه المواطن الإيطالي درب يا إخوان يونس بالرصاص أشنو كان كيدير في أي بلد عادي خاص داك المجريم يديروا ليه المينوت ويديهوا الكوميسيرية إلا أنه في إيطاليا يا إخوان خصوصا داك الشخص كان كيدحكم في مصرح الجريمة كيف مبغى وهات الشي بطبيعة حل بالفيديو يا إخوان وحاول كذلك أنه يأثر ماش يحاول أنه يأثر بل أثر على الشهود غنشوفوا الفيديو يا إخوان راي يعني فيديو صادم صراحة يعني ما تتوقع شهات الشيء يوقع في الطالية والله العادم وبطبيعة حل يا إخوان غنتكلموا كذلك على الكانوني راي ضريبة اللي كتتخلص على إمتلاك تليفزيون في إيطاليا غنقولوا ليها باي باي ما غيرت فوقاش في الفيكتورة ديال الكهرباء يا إخوان وبطبيعة حل يا إخوان غنمشون نشوفوا القادية ديال الأخت حنان وصارة الله يرحمهم هذو جوج بناتي إخوان اللي توفوا في الحقل ديال الدورة راه كين أول شاهدة وشاهدة اللي كانت معهم في هذاك الصباح وغنمشون نطرقوا يا إخوان للحوادث في العمل لا إله إلا الله يا إخوان جوج ديال المواطنين المغاربة كي توفوا بجوجهم شباب عندهم 38 سنة بجوجهم الله يرحمهم وعزاؤنا للعائلة الصغيرة والكبيرة الله يصبر العائلة دياله وغنمشون نتكلموا يا إخوان على معلومات يجب عليك معرفتها قبل الانطلاق في الجريم باس الجريم باس مرقالي هو لو ينطلقوا يا إخوان خسنا نتكلموا على الغرامات إيمتا غاي سكادي إيمتا كي يحيدوه لك وعدة مسائل يا إخوان لمعنومات صراحة قيمة وكيفما العادة غنمشون نشوفوا الحالة الوبائية والعدد ديال اللي قح للتعطاء في البلدين وكيفما العادة كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم ديال القناة بلايك وبالتعليق والناس اللي ما مشتركاش اشتركوا يا إخوان باش بقوا توصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غن تكلموا على جوج ديال الحوادث في العمل بجوجهم يخصون مغاربة يا إخوان وللأسف يا إخوان ما زال شباب بجوجهم عندهم 38 سنة الله يرحمهم يا إخوان قدر الله ما شاء فعل وتعازين للعائلة الصغيرة ديالهات الناس يا إخوان والعائلة الكبيرة بطبيعة حالي إخوان جوج ديال الحوادث اللي كان بناتهم حد ربعيام تقريبا الحادث الأول وقعت نهار 22 في شهر 7 ولكن يا إخوان مع الأخبار الكثيرة اللي كانت على الأخ يونس والتغطية اللي كانت ما تطرق ناش لعدة أخبار ديال الجارية المغربية لذلك نهار 22 في شهر 7 في واحد المزرعة يا إخوان واحد الشركة فلاحية واحد المغربي اللي كان صيق واحد تراكسو اللي عنده 38 سنة وعلى حسابي إخوان تحقيق ديال الشرطة وعملية البيناء الأولية ديال الحادث وكيفاش وقعات تبين بالله أنه وهاتش اللي قالت الشرطة يا إخوان أنه في واحد المنحدر اللي كان هار تطرق بزافي إخوان فقد يعني لا دير ينسا ما بقاش كيشت في الأرض وبطبيعة الحال ما قدرش أنه يفراني المواطن المغربي لذلك إخوان فكر أنه يأكتفى هاد اليد الميكانيكية ديال تراكسور وهبطها مني هبطها وقفات تراكسور يا إخوان لدرجة أنه الصرح اللي كان غضي بها خلاته أنه يتقلب ومني تقلب يا إخوان تراكسور تقل دياله كامل كان على هاد الجهة الفقانية ولذلك سيت توفى وتوفى في نفس الوقت يا إخوان دخلوا رجال الإسعاف يا إخوان ولكن ما قدروا يدرواله إلا الإعلان عن الوفاة دياله رحمه الله الله يرحمه تعازينا مجددا للعائلة دياله وهذا شيء يا إخوان رأي وقع في البروفينشا ديال ريميني في حين أنه الحادث الثاني يا إخوان ما بين فورلي وتشزينا وهذا رأي وقع اليوم في الصباح مع تسعود ديال الصباح لذلك الله يرحم هاد المواطني إخوان المغربي عدوها 38 سنة واللي كان كيسكن في كورنيتو فيرغيريتو واللي كتوقع ما بالبروفينشا ديال فورلي وتشزينا بطبيعة حالي إخوان هنا كنت تكلموا على شركة ديال البناء وعلى حسب ما كتعود الصحافة يا إخوان هو أنه المواطني المغربي توفى من بعد ما أنه طاحوا عليه لاستري ديال بيترا جريتزا اللي هي هاد يا إخوان هاد بيترا جريتزا ربما كانوا كبر من هادو هاد عير صورة من الانترنت ليش ماشي الصورة الحقيقية وبطبيعة لحالي إخوان من بعد ما أنه مقطعوهم كان واحد شخص ليخدمها قال لي مبشيت نجيب الموليتو باش نهزهم لذلك قال لي مفهمناش كيفاش توقع وطاحوا تحقيق دبع حاليا باش يعرفوا كيفاش تطاحوا يا إخوان هاد اللاصرات ديال الحجر ولذلك يا إخوان ركن تحقيقات السيد حاول أن يدخلوا الممرضين والإسعاف اللي كان في الشركة في هذه اللوقيتها ولكن يا إخوان ما قدروش أنهم يدروا شي حاجة والدم الأمانة أمانتو والله يرحمو مجددا تعازينا الحار يا إخوان وحنا رأى قراب من هاد العائلة ديال هاد جوش المواطني المغاربة الله يرحمو في واحد فيديو يا إخوان اللي انتشر اليوم في مواقع التواصل الاجتماعية وكذلك في الأخبار وجميع الصحف يا إخوان نشراته فيديو اللي كيفين أشنو قع في مسرح الجريمة بالمعد ما أنه لصي السوري القاتل تير يا إخوان في الأخ يونس الله يرحمو وقتله بطبيعة الحالي إخوان مسرح الجريمة في أي بلد عادي خاص المجريم يجيوا البوليس يديروا له المينوت يركبوا في السيارة ويديوا الكوميسارية يستوجبوه في حين أنه السيد الضحية ستجعل بلانس ستجعل السبيطار للمحاولة الإنقاذ وبطبيعة الحالي إخوان أوقع العكس هذا الفيديو اللي سنوريكم حاليا يا إخوان كانت وصلتني الأخبار عليه البارحة إخوان قبل ما يشوفوا المحامي وكان واحد الشخص مغربي اللي كنشكره بزاف على التواصل دياله كان قال يرى قد نصيف طولك باش يعني تنشره ولكن يا إخوان من بعد ما أنه المحامي شافته قدت لي من لمدة صيف طول تشي واحد وفضلات أنه هي صيف طول واحد الصحيفة يا إخوان مهم ما علينا المهم هو أنه الفيديو بان هذا فيديو فيه سبعة ثوان يا إخوان أنا غادي نحاول يا إخوان ندير لي حتى العرض الباطئ كيف ما شفتوا معي يا إخوان أدري أعطي شي كي يدوي مع البوليس تيخرجوا هو كيدخل مصرح الجريمة كيدير ما بغى في مصرح الجريمة بحل واحد المخريج يا إخوان ولا بحل واحد رئيس ديال الفرقة الموسيقية كيتحكم فيهم كيف ما بغى لذلك أول مرة في التاريخ سنشوفوا مجرم يا إخوان كيتحكم وكيدير مبغى في مصرح الجريمة وبطبع يتحل فيديو آخر يا إخوان اللي بطبع يتحل في الناس اللي يسجلوه لقاو الشجاعة أنهم يتكلموا عليه وينشروه من بعض الله يجزيهم بألف خير إن شاء الله الله يجزيهم بألف خير وكيف ما غا تشوف معي الفيديو يا إخوان رمسجل بوحد شوية عرخزنا شوفوا معي أدري يا عطي شي هو هذا يا إخوان القاتل كيف مبغى والأكتر خطرا يا إخوان هو أنه شوفوا شغا يدر هنا شوفوا يا إخوان كيدور كيف مبغى لا حاسيب ولا راقيب لنتش واحد كيدير لي المينوطي إخوان وسمعت وش قال لي إخوان قال لي وش شفتيه مني كان مغايد ربني فراسي وهنا يا إخوان كيف ما تشوفوا معي الأخ يونس قال لي وش شفتيه مني كان مغايد ربني فراسي المهم هو أنك تكون شفتيه يعني كي حاول أنه البوريسي كي ياخد المعلومات الأولية من عدو واحد الشاهد يا إخوان اللي كان حاضر يعني يا إخوان وهذا الشي راها قالوا حتى المحامي ديال يونس كان المحامي ومحامية المحامي قال لي ما هو كأساد ديال القانون عارف بلا أنه را عنده مسؤولية كبيرة فهذا الشي اللي كيقول كتقترب من واحد الشخص وكتحاول أنك تضغط ليه وتأثر ليه على التفكير دياله يعني هو كي يقول ليه وكيملي عليه أشنو يكتف الشهادة دياله إخوان كبير كبير بزاف فيما يخص يا إخوان تدبير ديال المرحلة الأولية ديالجريمة والحاجة الأكثر صدمة يا إخوان هو أنه الحدود هاد اللحظة هو كيدوي مع الشاهد البولوس واقف وماذا ليه لم ينطلق اللي بعد لتشي حاجة الحدود هاد السعبة قل ما حيدوش لي الفردي يعني باقي الشاهد الفردي في جيبو وبطبيعة حال كيف سيكون حال هذا الشاهد يا إخوان واش واحد اللي قتل واحد قدامك وانت سيارك تشهد واش غادي تقدر تشهد ضده هاد السفردي ما زال البوليس محيدوش ليه لا أظن ذلك لذلك يا إخوان مشكل كبير في التحقيقات الأولية اللي كانت وهذا الشي مستحيل يبقى في شي بلد عادي سيد كيدور حر طريق كيمليق القانون دياله على البوليس وما كيش ليش شدو يا إخوان ما كيش ليش شدو لك اللي يدير ليه المينوت في حين يا إخوان انه الاخ يونس كان كي تسمع كي تسمع لغوات دياله وحيط كان كي يحسب الآلام دوه المستشفى ومن بعد الساعات قليلة كيتوفى في المستشفى لا إله إلا الله يا إخوان هذه القادية يا ره صراحةً كل نهار مفاجأة اللي كتبين الظلم على الاخ يونس وكتبين الظلم ديال واحد السيستام كبير يا إخوان ما غن نتكلمش عراعلي هاد القاتل ولكن راكف ما كتشوفه معايا كيف يعقل انك متشدوش ومتشدوش للمينوت وكيف ما قالت المحامي دياله قلت ليم هاد الشي فاسكيفو فاسكيفو ضفيرو خبر يا إخوان اللي غي يعجب ربما بزفية الناس وخي يعني التغيير را ما كيش تغيير كبير بزف إلا أنه يا إخوان هاد التغيير اللي كيخص الكانونيراي هادك الكانونيراي اللي كنخلصه في البوليتا ديال الضوي يا إخوان وهذا الضريب اللي تنخلصه ديال 18 أورو يعني كل شهر 9 أورو يا إخوان خمسات الموليتاس في العام لذلك في التوطع كنخلصه 90 أورو راه ماشي داريبة كتبشي اللاراي بوحدة راه داريبة اللي كنخلصها على امتلاك واحد الجهاز للاستقبال التلفزيوني يعني إلا عندك تلفازة في الدار راه خصك تخلص الكانونيراي وبطبيعة الحال يا إخوان فهاد النقطة راه بزفت الناس غير طاكت تقولك لا أنا ما كنتفرش في اللاراي عندي عيد إدعات مغربية إلا كنتك تفرش فيهم في التلفازة خصك تخلص الكانونيراي بطبيعة الحال يا إخوان راه ينسف 2015 دار القانون اللي كيرزم على جميع الإيطاليين كيخلصوا هاد الكانونيراي علاش حيث كانت تهرب من هاد الضريبة يا إخوان كبير بززاف عير 40% ديال الإيطاليين هما اللي كانوا كيخلصوه 60% ما كانوش كيخلصوه لذلك الدولة يا إخوان ما كانتك تدير تاشي حاجة ما يمكنش لك أنك تتابع 60% ديال الشعب ديالك حيث ما تيخلصوا حد ضريبة جار ينسف 2015 ودخل هاد الضريبة في البوليتات ديال الدو كانت سابقا كبير ميدير القانون الرينسي كانت ديال 113 أورو هوش قال ليم قال ليم غادي نخلصوها كاملين وغادي نخلصو أقل فعيوان ما نخلصو 113 نخلصو كلنا ونخلصو 90 أورو وهذاك الشيلي كان يا إخوان حاليا غادي تخرج من البوليتة ديال الدو كيف ما كتشوفو هنا الكوريدي راسيرة قالك القانونيراي والشيراد على البوليتة يعني غا يخرج من البوليتة ما غا يبقى شي تحط لنا في الفاكسوريال الدو علاش؟ حيث بطبيعة حاليا إخوان هاد الخبر را نقوله رسمي 100% ولكن تاريخ ديال التطبيق دياله إمتى والشهر الجاي ولا من هنا العام لحد السعر بقي ما معروفش ولكن غا تكونوا عارفين بلا أنه ثمو إيطالية طلبت الفلوس من عاد الاتحاد الأوروبي بسبب كوفيد وطلبت من هنا محة القيمة مالية كبيرة بmassивة والاتحاد الأوروبي ليس أعطاها الفلوس لا هيا لجميع الدول الأوروبية كيسترطى الشروط من بين الشروط يا إخوان كين شروط ليك تتعلق بقانون ديال العدالة وقانون ديال القاضاء كين شروط ليك تتعلق مثلا بالبيئة أو عدة أشياء كين القانون ديال المنافسة الاتحاد الأوروبي دخل فيها تواهية وقال ليهم لا يمكن لكم انكم تضعوا 8 ضريبة التلفازة في الفاكسورة ديال الضوء. لماذا حيث القانون المنافسة كيف يمنع هذا الشيء؟ وكي يجعل انه تبان البوليطة ديال الضوء غالية بزاف في حين انه وراكين فاوحة 8 ديال 18 اورو. اللي يزيدوا اللي هوية خاص بالتلفازة وما خاص بالضوء. لذلك خاصكم تحييضوها. وهذا الشي اخوان اللي دار دراقي. دراقي دار القانون. دار القانون وكسب جميع القوانين اخوان اللي خاصة بدك الفلوس اللي غيجيو من الانتحاد الاوروبي. واللي فيهم انهم غاي يحييضو هاد الضريبة من البوليطات. هاد الشي ما كيعنيش انه هنا ما غديش بقد تخلص. لا غديش بقد تخلص. عير هي ما غديش بقد تخلص مع الضوء. وكينا امكاني انه هون ناس تهرب منها من جديد. واش غايدروا لها شي حال او شي حاجة الله اعلم. ولكن حاليا غاد تفرق. ما غا تقاش تحط في الضوء. وخح حاليا حاليا هاد الوقات اللي كنتمي معاكم. رأي كيم بزاف ديات المغاربة. الاجات من البوليطات ديال الضوء فيها مية وثمانتاش. تيقول لك الله هادك ثمانتاش ديال كانوني راي ما غنخلصهاش. وكيبشين البوستة كيهز البوليتينو. هادك الابيض فارغ. كيعمره وكيحط فيه عير مية وكيخلص للشركة ديال الضوء. الشركة ديال الضو ما كتقولوا ولو حيت طاقة ديالها خلصتها ليها. وكتبقى ما بينك وما بين الدولة هادك ثمانتاشر اورو اللي ما خلصتيش. ولكن هاد الحل يا اخوان اللي كيدروا وبعد الناس. رأى فيه عير المشاكل. كتقول يتقولوا الله ما ثمانتاشر اورو ولا هاد الحصلة اللي حصلت. هاد شي اللي حصل لواحد. لذلك انا كنصحكم يا اخوان انكم ما تديروش هاد الحلول. هي حلول خيبة بزاف وكي تشبد عير المشاكل وغير قانونية. فهاد فقر يا اخوان غنشوفوا اشياء مهمة لغاية في ما يخص القريم باس. القريم باس غا يبدأ قريبا مهار ستفشهر ثمانية غا يدخل حيز تنفيذ وغا يقول لي مطبق في جميع انحاء ايطاليا. وبطبيعة حل يا اخوان غنقول لي مستعملوه في عدة اشياء من بينها وعلى سبيل المثال ومشي على سبيل الحصر هو انه غنستعملوه مثلا في المحافل الريادية في الاماكن المغلقة خصوصا مثلا بحل الريستوراس بحل باليستوراس الكونجرس والمؤتمرات الكونكورس يعني المبارايات دي التوظيف الباري لك انت بغي تجلس اما لك انت بغي تشرب قهوة واقف في البنكو لما تحتاج الجريم باس كذلك الفيارات يا اخوان المحافل اللي كينا في الاماكن المفتوحة بحل صهارات او يعني عروض مسرحية وليش حاجب حل موكايا السينيما تهيية لذلك يا اخوان هاد القطاعات كلهم ابتداء من سستة فشهر ثمانية غا نحتاجوا الجريم باس كين ثلاثة الحويض اخرين اللي ما زالك يقرروا فيهم ومن بينهم يا اخوة الجريم باس في العمل كين نقاش في هاد الايام حول هاد النقطة كذلك الجريم باس فيما يخص وسائل النقل وكين نقاش اخر فيما يخص المدرسته يا اخوان واش الاساسية غير الزموع لي موللة طبيعي اخوان نقاشات اللي لا تهمونه حاليا ولكن كيهمنا غا ديمشوا نشوفوه الناس اللي ما غا تحترمش الجريم باس اشنا هي العواقب دي اللي خرق القانون العواقب يا اخوان غا دي تقدر الواحد ياخد غرامة مالية ما بين رمية حتى الالف اورو لا الشخص اللي خرق القانون كمواطن لا صاحب المحل التجاري والناس اللي عندهم المحل التجاري في حالة ما انه ما احترمش القانون ثلاثة المرات في ثلاثة ايام مختلفة رفاه هاد الحالة يا اخوان غاي ستدريهم لمحل التجاري ديالهم ما بين واحد حتى عشر ايام وفي غالبية الاحيان كيعطوهم خمس ايام ديال الاغلاق والتساؤل اللي كين كبير بززاف شكو اللي غا دي كونترولي وربما شفتوا واحد النقاش واسع اللي كان في الايام الماضية انه من يخرج هاد القانون ديال غريم باس في الشاط ديال الواتساب ديال بوليس ديال روما يا اخوان فيجيلي ورباني كانوا يقولوا بلا انه هما يضط غريم باس وبلا انه ما غادش يدروا الكنترول وبلا انه ما غا يعطوهم الملتط شاشي واحد ولكن خرجوا يا اخوان لسندقاتي من بعده كدبوا ذاك شي وقالك للا هذو كراهم بوليس والقانون arlية الدولة هو اللي قيتم تطبيق دياله مشا الرأي deiالهم الشخصي ولا الفاحد الشخصي ولا واحد الجوج لذلك اخوان بطبيعت حال Yours이 uno Ьي هي هي مثل الرأي الدولة هيgrown ni لنده هذك المحل التجاري ولا عند هذا المؤتمر ولا عند هذك المسبح الناس اللي كتملك باكها هي المسئولة عليها لذلك قبل ما يدخل عندك شي واحد خャستك تأكد منه واش عنده meses ولله وحالي اخوان اراه سيرين ك Author سكنكي يديرو في يعني ماشي غادي توصل ريسطورو غادي شبدوا واحد الورقة وتبدأ توريهم وبدأ يقرأ لك بحلقة ما كيف يوقع في المطار ولكن غا تكون طريقة سهلة جدا من بين هاد الطرق يا اخوان لي سهلة واللي غادي تكون ان شاء الله واحد الابليكاتسيوني اسميسا فيريفكا تشي ديشان نوفي وبطبيعة حالي اخوان هاد الابليكاتسيوني غادي دولي التعطاء لهاد الناس اللي عندهم محلة تجارية مسابح مسارح سينيما وما الى هذا وغادي تقول لي انتايا بهذاك الـ Green Pass وبهذاك الكود لي عندك الكوار كود ستوريه ليهم هما بتليفون ديالهم بربكاتسيوني غادي يصوروه وغادي يطلع ليهم في الحين يا اخوان يا علامة خضراء والسيد يقدر يدخل يا علامة حمراء وانه السيد ما يدخلش علاش حيث ما عندوش الجلبة ولا مجالبش او انه دار تحليله وفاتس علاجات 48 ساعة وبطبيعة الحالي اخوان كين الامكاني انه حتى الـ Green Pass ديالك يتم يعني توقيف دياله كيفاش يتم توقيف دياله يتم توقيف دياله من طابب ديال العائلة من لازل من عدة وحد لاليسي اخوان طويلة دي الناس والمكاتب اللي ممكن ليهم انا ما يوقف لك الـ Green Pass علاش حيث الى بشي تجلبتي ولا عندك الـ Green Pass ولا قدر الله الواحد تعادى انا خاصهم بيوقف لك الـ Green Pass باش يعني ما تقدرش تدخل الاماكن المزحيمة وتعدي ناس خورين لذلك غايتوقف لك الـ Green Pass حتى الواحد يتشافه وهذه الساعة غايعود يتفاعل من جديد وبطبيعة الحالي اخوان لمدة الزمنية ديال الـ Green Pass وسكذا ينسى دياله المدة الزمنية كيدوم تسعوت شهوري اخوان مئتين وسبعين يوم وبطبيعة الحالة ديال الناس اللي كديرت حليلها 48 ساعة اشتهاد الخضراء يا اخوان الـ Green Pass رأى كتتفاعل من بعد 15 يوم على الجرعة الاولى وبطبيعة الحالي اخوان من بعد الجرعة الثانية كتدوز واحد يومين وكيعتوك واحد الكود اخر اللي كيدوم 9 شهر لذلك رأى كينا مدة زمنية مزيانة وحاجة المهمة هو انه في حالة ما انه الواحد خداعي رجر على واحدة مثلا جونسون انت جونسون رأى كتسنى 15 يوم باش يتفاعل لي الـ Green Pass في حين انه الناس اللي كتسكون مريضة وكتشافة من بعد الطنبون اللي تيقول بلا انه السيدر او اللي نيغاتيف وتشافة كتدوز يومين تقريبا وكيعطيكم الـ Green Pass لذلك الناس اللي كتسمرض وكتشافة رأى كتسنى عير يومين ومش 15 يوم كيف ما قلنا باقي ثلاثة النوقات اللي هي المدرسة ترونسبور وكذلك العمل واش غيدروا فيهم الـ Green Pass سهم ولا لا القانون رأى كيف موعد بيد راقير غيكون في الأيام والأسابيع القادمة ان شاء الله مؤخرا يا إخوان كانوا شي بعض تعالق تسور علي الجديد في القضية ديالحنان وقضية ديالصارة اللي كانوا توفعوا يا إخوان في جوش في شهر 7 السابق في واحد الحقل ديالفلاحة حقل ديالضرة ولي طبيعي يتحلي إخوان الجديد كان اليوم او كتتكلم عني صحيفة الكورير ديالاسيرة لنشرة البارحة إخوان ما قال لي كتتكلم على الشهادة ديالواحد البنت اللي عندها 21 سنة عندها بنت اللي عندها 4 سنين واللي هاد البنت ساكنة مع الخاطب ديالها السابق المهم ما علينا هاد البنت يا إخوان كانت من الناس اللي كيلقبوهم بالفاتورينو يعني الفاكتور بالداريجرة بغانا نقولوها يا إخوان واللي هما واحد الناس كي يأخذوا الفلوس وكيبشيوا يشريوه يعني المخدرات وكيجيوا ووصلوهم وطبيعي يتحلي إخوان على هاد الخدمة يتخلصوا لذلك الخدمة ديالهم هو أنهم يتصخروا وطبيعي يتحلي إخوان اللي كان في هاد القضية هو أن هاد السيدة هي اللي كانت معاهم واللي هو صغير تسلم راسه ووجوج خريني إخوان الحدود السعبق الملقوهمش لذلك هاد السيدة قدلت بالشهادة ديالها وقالت بالله أنه هادك النهار كانت تهياية وكانت في هادك الحقل وبالله أنه قاتلي ممكن تكن غوت كنغوت ضد هادك التراكسور وهو جايك يقرب لينا قاتلي ممكن غوته هو ما كيسمعنيش كنت كنغوت على حر جهدي كامل يعني قاتليم توت تلافورتسان الكوربو واخا وكاك ما كانش كيسمعنا قاتليم كان واحد صدع اللي كيتقبل ودنين يعني صدع ديال هادك الأل اللي هي كبيرة للغاية اللي كما تشوفوا معايا هدي الصورة ديالها يا إخوان وباش عارفوا الكبورية ديالها هاد راه شخص اللي هنا مضرقوا يا إخوان هاد الآلة كانت كنت ترش دوا يا إخوان على ذلك الحقل الفلاحي السيد كان ساد عني الجاج كامل أولاً عن الصدع ديال الأل ثانياً على المبيدات الحشرية اللي كان كيروش لذلك كان ساد عني كان صدع بزاف ما سمعش وما كانش كيشوف وهنا التساؤل الكبير والتحقيقات اللي كاينة راي يعني رك تكون قالس هنا يوكي بلق كل شي ما شفتي ما سمعتي ما وانو ما بانتك الناس كتهرب ما بانتك اشي حاجة هاد الشي راه غريب يا إخوان حالياً السيد اللي كانت سايقو إيطاليا عنده 28 سنة راه متابع بجريمة القاتل المتعمد لذلك يا إخوان قتليم أنا في الأخر مني ما سمعني ش هربت قتليم كتكندون أنه سارة كانت غادي تهرب وكانت ربما كانت تعتقراتها حاناً قتليم أنا مفرسيش من لأنه ورا توفت حتى قتليم قرأت الخبر في الجورنال وهي يا إخوان تايد ضربت في الجيم دياله في إيدها ولكن فضلات ما تبشيش للمستشفى وبقات يعني في الدار دياله لحتى تعالجت بوحدة وفي الشهادة دياله يا إخوان اللي انقلها الكوريا دياله سيارة كنت تتكلم عن أنه قتليم محسينش بدك تراكسور الكبير اللي جاي وكنت تتكلم عن القريم يا إخوان اللي هو هذا قتليم محسينش بي والتشي واحد صراحةً محس بي ومني جا ضربنا كاملاً في دقة ما فرقش بيناتنا وكنتذكرب لأنه حاناً نضربها يعني جافيها ديريكت طبيعية حلقة ما أنا عندي ديقة وجاتني واحد الكريس ديك الساعة وهربت وبشاتل واحد دار واحد الخربة اللي كانت تم مايه الناس اللي كانت تتكلم عن الجديد كان عندي جديد يا إخوان ولكن صراحةً جديد اللي ما تيعجبش وما كانش من الممكن أنا ننطرق لي ولكن قدر نقوله بلا أنه القادية سلاس بخير هو أنه اللي وقع كانت وزارة الخارجية غادي تكلف باش أنها تنقل الجدد ولكن لي سبب من الأسباب لما ندخلوا في الضيطة بزاف تراجعت لذلك أش نوقع كانت الجمعية دي الفضاء لإيطالي المغربي للتضامن كانت علنات على واحد البلاغ بلا أنه والوزارة غادي تكلفوا كل شي الوزارة ما بقدر توالو في الأخر يا إخوان هاد الجمعية بتنسيق مع واحد الشخص اللي كيدير نقل الأموات كانوا تتافقوا باش ينقلوا واحد الجدد فيهم الجدد تانية مني بش شخص من الجمعية مرض يا إ يعني كنت تكلموا على الجدد دودات وما كنقولوش دودات باش يعني نبالغوا فيه لكن هذا الشيء كان واقع حقيقة سيد مرض يا إخوان ما يشاف جدد دي السيد اللي كانت مضربة عير في رجلية أما الأخر يا إخوان رأى لا حول ولا قوة إلا بله هاد الشيء أصلا مخصوش يتقال ولكن باش تعرفوا اللي واقع يا إخوان حتى الأخر مني كانت واحد الاتصالات ما بين القنصرية والجمعية القنصر يا إخوان عايت المغرب وعايت الوزارة وكانت تدخلات أفل الأخر الوزارة وفات بالوعد ديالها والد والجدد ديالها الجوش بنات الله يرحمهم لذلك إخوان الجدد ديالها تدفنوا في المغرب الحمد لله في الأسبوع اللي داس وفيما يخص قضائيا رأى جوش ديال المغربة بقين كيقلبوا عليهم جوش رأى مش دودين بالتهمة ديال أميسيوني ديس كورس يعني ما نقضوهمش والسائق ديال هذيك الآلة الفلاحية رأى متابع بقضية القتل متعمد فيما يخص الحملة ديالها تلقيها في إيطاليا فهي كالآتي الناس اللي اخدوا الجرعة الأولى على الأقار رأى خمسة وثلا� الجرعة أولى وجرعة ثانية والجلبة ديالهم مكتملة أراهم ثلاثين مليون وسبعمية وربعة وربعين آلف أي بنسبة اثنين وخمسين في المائة فيما يخص الحالة اللي سجلت إيطاليا اليوم يا إخوان أراهم ربعة لاف وخمسمية وثلاثون وعشرين حالة إصابة الناس اللي توفى وعلى عدد ديال تحالي اللي داروا ميتين واربعين آلف لعدد ديال الناس اللي كتبشي الإنعاش راهم كيتزادوا بالسبعة وكلية العدد ديالهم مية وتسعة وثمانين والناس اللي كتدخل سبيط وكتزاد بتسعة وثسعين وكولي العدد ديالهم آلف وستمية وحداش وصار حتن مكرى هناش للأرقام ديال هاد الناس شحل فيهم ان واحد مجالبش لأنه على حسب الشهادة ديال أطيباء الأغلبية الصاحقة كلهم ناس اللي مجالبنش اللي في سبيطهر وبطبيعة حالي إخوان بشوفوا الحالة الوبائية في المغرب فيما يخص الناس اللي خدت الجرعة الأولى أراهم تناشر مليون وخمسمية وعشرين آلف المغرب يا إخوان في الأيام السابقة توصل بواحد العدد كبير ديال الجرعة من أمريكا واللي كتدير مشاكل كبيرة يا إخوان في المغرب واللي بطبيعة حال الجلبة ديال الشينواء واللي الجلبة ديال أسرت زيني كمع مرة ما دارت شي مشاكل اليوم يا إخوان رات وفات وحد الشابة اللي عدد ثلاثة وثلاثين سنة في مراكش واللي حاليا وزارة الصحاء خرجت بلاغ رسمي وقالت بلا أنه من بعد تعزيل العائلة وكل شيء كتدير تحقيقات ديالها يا إخوان حاليا جونسون أنت جونسون تعطيت الخمس سلاف مواطن مغربي وصار حتن راقريت التعاليق ديال ناس اللي كتقول لك أنه دارتها وصخفات وكانت عدم مشاكل واضطرت أن تأخذ الأكسيجين وهذه المشاكل صراحة ما كانتش في الأول في الجلبة الصينية والجلبة ديال أسرت زينيكا في الحين أنه الحالات المؤكدة أراهم يا إخوان سلاف وتسعمية وواسبعين الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم راهم واحد وثلاثين آلف وهذا العدد يا إخوان راها رقم قياسي في الأشهر الأخيرة وفيما يخص الناس اللي تشافهوا راهم الفين وستسمية وتسعين ناس اللي توفوا بسبعة وعشرين الله يرحمهم والحالات اللي تل ويسق العلاج وراها حوالي ثلاثين ألف حالة فيما يخص توزيء الحالات حسب الجهات الدار بيضة سطاس الفين وثمين مئة 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 مارك شقاس في ألف سوس ماس ساستمية رباس لقني ترى الساستمية بني ملال خنائف الاربعمئة طانجة يطوان حوالي ربعمئة درعة تفيلات حوالي تلثمية الشرق 122 وقول مي مواد بنون يا إخوان مئة وخمسين في حين أنه فاس من ناس والعيون الساقي الحمراء كسجلوا مئة وعشرين لكل جهة والدخلة والدهب وحض لصنا الآخر الحلقة تلو فريوسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.